موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية للصف الثالث المتوصد درسنا لهذا اليوم يختص في تفسير سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرة وقبل أن نبدأ بدرسنا أحاول أن أتلو عليكم الآيات القرآنية من سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرة بعون الله تعالى فعليكم أعزائي الطلبة الإصغاء والاستماع إلى الدرس ومن ثم نقوم بشرح المعنى العام ونحاول استخراج المدود التي وردت في الآيات القرآنية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أن يلفع حزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وأذا غربت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أعزاء الطلبة بعد أن تلونا هذه الآيات الكلمات من سورة الكهف نحاول أن نبين لكم المعنى العام لهذه الآيات الكريمة وقبل أن نبين لكم المعنى العام نبين لكم معاني الكلمات التي وردت في هذه الآيات القرآنية الكريمة عواجا عيبا كاختلاف أو نقص قيما مستقيما لا خطأ فيه بأسا شديدا عذابا شديدا من لدنه من لدنه من عنده أي صادر من عند الله ماكثين فيه مقيمين فيه خالدين فيه باقع نفسك باقع نفسك مجهد نفسك ومتلفها لنبلوهم لنختبرهم لنبلوهم لنختبرهم صعيدا جرزا أرضا يابسة لا نبات فيها الرقيم لوح كتبه بعض القوم الذين منهم أصحاب الكهف فيه خبرهم ضربنا على آذانهم أنمناهم وجعلنا على آذانهم حجابا هذا الحجاب يمنع من السماع أو السماع ربطنا على قلوبهم قوينا قلوبهم عند مخاطبتهم عند مخاطبتهم ملكهم والصبر على مفارقة الأوطان والأهل إذ قاموا إذ قاموا إذ قاموا حين وقفوا بين يدي الملك شطط قولا إذا شطط أي قولا بعيدا عن الحق لأن الشطط هو البعد فنقول شطت بنا الدار أي بعدت بنا الدار إذ قاموا حين وقفوا بين يدي الملك أعدنا هذه الكلمة وكذلك التي تليها شطط قولا إذا شطط أي قولا بعيدا عن الحق ينشر لكم ينشر لكم يبسط لكم تزار عن كهفهم ذات اليمين تميل عن كهفهم إلى جهة اليمين إذا غربت أي الشمس إذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا اتجهت أيضا الشمس وإذا اتجهت ناحية الغرب تنحرف عنهم جهة شمال الكهف فجوة منه أو فجوة منه متسع من الكهف الوسيد الوسيد الفناء والمراد به فناء الكهف أعزاء الطلبة هذا أو هذه أهم الكلمات التي وردت في تلك الآيات أو في هذه الآيات الكلمات التي تلوتها على مسامعكم نعود بعد أن بينا لكم معاني الكلمات نعود إلى المعنى العام لهذه الآيات القرآنية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم الكريمة المعنى العام والمعنى العام نبدأ به من الآية الأولى ثم نسترسل في بقية الآيات الكريمات أولا الثناء الجميل والشكر ثابتان مستحقان لله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وَلَمْ يَجْعَلْ إِنَّا نَحْنُ ثواباً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى وذلك الثواب هو الجنة بعد مرضات الله سبحانه وتعالى وهذه الجنة خالدين فيها أبداً وينذر على وجه الخصوص الذين قالوا اتخذ الله ولداً هنا الله سبحانه وتعالى ينذر من يدعي لله ولد سبحانه وتعالى ولم ينزه بهذا الوعد بأشد أنواع العذاب في يوم الجزاء فالله سبحانه وتعالى منزه أن يكون له ولد مع إنهم ليس عندهم علم بذلك مجرد ادعاء وافتراء ولا عند آبائهم من قبل وإنما هم يقولون عن جهل تام وتوهم كاذب فما أعظم هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة التي تجرؤوا بها على الله سبحانه وتعالى التي أخرجوها من أفواههم وهم يقولون إلا كذبا وافتراء ليس بعده افتراء ثانيا لا تهلك نفسك أيها النبي وهنا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله بأن لا يؤذي أو يهلك نفسه أسفا على هؤلاء لأن الرسول رحيم وعطوف فكان يؤلمه كفر المشركين فهنا الله سبحانه وتعالى يخاطبه بعدم التأسف على هؤلاء لأنه فيه أذية أو أذية على رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تهلك نفسك حزنا على إعراضهم عن دعوتك عن دعوتك وتكذيبهم ما أنزل عليك من القرآن الكريم إنا قد خلقناهم للخير والشرق وهنا خطاب الله سبحانه وتعالى أيضا لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وجعلنا ما فوق الأرض من الحيوان والنبات والأنهار وغيرها زينة لها ومنفعة لأهلها لنعاملهم معاملة المختبر ليظهر أيهم الأصلح عملا وأيهم الكافر العاصي وإنا لجاعلون ما على الأرض عند انتهاء الدنيا فانيا زائلا مثل أرض مستوية لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء عامرة بمظاهر الحياة وهنا الله سبحانه وتعالى يقوم أو يعمل مقارنة بين الأرض المستوية الجرداء وبين أعمال هؤلاء الكافرين الذين لم يصدقوا الله ولم يصدقوا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله عزيز الطالب نستمر في شرح معاني أو المعنى العام للآيات القرآنية التي تلوتها لكم من سورة الكهف وكما يلي لقد أنكر الذين فتنتهم الدنيا ببهجتها وزينتها البعث البعث يعني يوم القيامة فهؤلاء أنكروه ولم يصدقوه لأن عقولهم لا تستطيع أن تستوعب ذلك اليوم وذلك لقصور في تفكيرهم وعقولهم مع أن الوقائع تثبت الحياة بعده الرقود الطويل أن الله سبحانه وتعالى ضرب تلك القصة لأهل الكهف بأن أنامهم فترة زمنية طويلة لكي يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الأموات كما أنه قادر على إحياء أصحاب الكهف عندما ناموا أو رقدوا مئات السنين وهذه قصة أهل الكهف تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء بعد الموت ولم تكن عجبا وحدها دون سائر الآيات وإن كان شأنها خارقا للعادة فليست أعجب من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته إذن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا تلك القصص أو يرويها لنا لكي نتيقن من أن الله سبحانه وتعالى قادر على الإحياء وهذه واحدة من حكم الله سبحانه وتعالى من هذه الآية القرآنية ثانيا اذكر أيها الرسول الكريم حين سار هؤلاء الفتيان المؤمنون إلى الغارة واتخذوها مأوى لهم فرارا بدينهم من الشرك وأهله متجهين إلى الله وحده قائلين ربنا آتنا من عندك مغفرة واحفظنا من عدونا ويسر لنا أمرنا ويسر لنا من شأننا هداية وتوفيق وهكذا حال المؤمنين حينما تشتد عليهم الأمور يكون الله سبحانه هو الملجأ الوحيد الذي يطلبون منه العون ويسألونه الهدى والرشاد وقد شملهم الله سبحانه وتعالى بعطفه ورحمته واستجاب دعاءهم فأنامهم في الكهف سنين كثيرة نوما عميقا ثم أيقظهم الله تعالى من ذلك النوم الطويل لتكون عاقبة ذلك إظهار من من أصاب من الفريقين في تقدير مدة مكثهم أي مدة نومهم في الكهف ثالثا أيها الرسول الكريم نحن نقص عليك خبرهم هنا الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخبر الرسول بتلك القصة قصة الكهف وأصحاب الكهف نحن نقص عليك خبرهم بالصدق والحق فهم فتية آمنوا بربهم أي إنهم فتية المؤمنون وصدقوا بوحدانيته وكانوا على دين الحق وسط قوم مشركين أي إن هؤلاء الفتية كانوا بين قوم غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وقد زادهم الله يقينا أي إيمانا به وثبت قلوبهم على الإيمان والصبر على الشدائد ولم يبق في تلك القلوب النقية مكان للشك والنفاق حين قاموا في قومهم فقالوا متعاهدين ربنا أنت الحي يا رب السماوات والأرض لن نعبد إلها غيرك ولن نتحول عن هذه العقيدة وهي عقيدة الإيمان بالله سبحانه ووحدانيته ولو قلنا غير هذا أي إن أصحاب الكهف يقولون ذلك لو قلنا غير هذا لكان قولنا بعيدا عن الحق والصواب ثالثا فلما خرجوا أي الفتية وهم أصحاب الكهف قال بعضهم لبعض أي كانوا يتناقشون فيما بينهم ويتحارون هؤلاء قومنا عبدوا الأصنام وأشركوا بالله سبحانه وتعالى بلا حجة بلا حجة ظاهرة أو برهان معقول وهذه طبيعة الجاهلين حيث يشركون دون دليل ودون علم إنهم لظالمون فيما فعلوا ولا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا بأن ينسب الشركة لله سبحانه وتعالى وقال بعضهم لبعض ما دمتم قد اعتزلتم القوم في كفرهم وشركهم ولم ترهبوا تهديد هؤلاء المشركين وملكهم فاذهبوا إلى الكهف يعني إلجأوا أو آووا إلى الكهف واجعلوه مأواكم واجعلوه مأواكم فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم أو يبسط لكم ربكم من رحمته ومغفرته وهذا كان اقتراحا من أحدهم بأن يتجهوا ويتوجهوا إلى الكهف لكي يبتعدوا عن شر المشركين والكافرين ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به من مرافق المعيشة والحياة وفي ذلك قمة أو غاية في التوكل على الله سبحانه وتعالى خامسا ولو رأيتهم أيها الرسول الكريم لوجدتهم في حرز منيع فقد كان الكهف فتحة متسعة في الجبل وهي متجهة إلى الشمال يجيئهم فيه النسيم العليل وإذا طلعت الشمس من الشرق عن يمينهم مالت أشععتها عنهم وإذا اتجهت إلى الغرب عن يسارهم تجاوزتهم ولم تدخل أشععتها أو أشععتها في كهفهم فحرارة الشمس لا تؤذيهم وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى والهواء يأتيهم نسيما عليلا فهم في رعاية الله وحمايته وعنايته وذلك كله من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى يوفقه الله لإدراكها يهتدي كما اهتدى أصحاب الكهف ومن لا يوفقه لفساد فطرته هنا الله سبحانه وتعالى يجعل السبب في عدم التوفيق لفساد فطرة الإنسان أي إن الذنب هو ذنب الإنسان لا ذنب الله سبحانه وتعالى فلن تجد له ناصرا يرشده إلى طريق الخير والهدى سادسا ويظنهم أي هؤلاء أصحاب الكهف ويظنهم الناظر إليهم منتبهين أيقاض لانفتاح عيونهم وكثرة تقلبهم وهم في الحقيقة نيام يعني من ينظر إليهم يتصور إنهم ليسوا نيام وإنما رقول أو إنما لم يناموا ويقلبهم الله تعالى في نومهم يمينا مرة ويسارا أخرى حتى لا تؤثر الأرض في ما يليها من أجسامهم لأنكم أعزاء الطلبة تعرفون أن الذي ينام كثيرا على الأرض يتأثر جسمه منها فالله سبحانه وتعالى راعى هذه المسألة وأخذ في تقلبهم باتجاهين فتحفظ بذلك أجسامهم من تأثير الأرض من طول الزمن وكلبهم الذي صاحبهم ماد ذراعيه بالفناء وهو نائم أيضا على شكل يقضان لو نظرت إليهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هاربا ولملأ قلبك من منظرهم رعبا لهيبتهم في منامهم فلا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم وفر لأن أشكالهم لكثرة الزمن وطول الزمن قد تعرضت للمناخ أو تأثير المناخ فتغيرت أشكالهم حتى لا يدخل أحد عليهم أو يدنوا منهم أحد ولا تمسهم يد فقد حماهم الله تعالى حتى تنتهي المدة التي سيمكثون خلالها في الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أن يلفع حزبين أحصال ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم من قومنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين أعزائي طلبت الصف الثالث المتوسط هذا ما سمح به الوقت لدرسنا لهذا اليوم نلتقي بكم في درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر